بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة التاسعة عشر لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق 9 آيار عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة استثمار الوقت والجهد من قبل الدوائر الخدمية والأجهزة التنفيذية لإتمام المشاريع الخدمية ذات الأولوية والتي تمس مساسا مباشرا حياة المواطنين وجه سيادته بأهمية أن تلتزم الأجهزة الحكومية بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرار اعتماد حساب الخزين الموحد وتنفيذ التعليمات الخاصة بنقاط البيع بالدفع الألكتروني وسيتم احتساب مدى الالتزام وسير التطبيق جزءا من عملية التقييم الشاملة للأداء مقررات مجلس الوزراء انسجاما مع ما جاء في المنهاج الوزاري بشأن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة فقد وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لشغل منصب، مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة أو من هم بدرجة وزير بحسب كتاب هيئة المستشارين مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء المعروضة خلال الجلسة وتتضمن الشروط التالية واحد، يفضل أن لا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن خمسة وخمسين عاما اثنيا، أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهام المنصب ثلاثة، تراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات كالخدمة الجامعية والخدمة القضائية والخدمة الخارجية أربعة، يشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن عشر سنوات ويفضل من تدرج في شغل منصب رئيس شعبه أو رئيس قسم أو معاون مدير عام مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تشترط خدمة أكثر خمسة، يشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن خمسطعش سنة في مجال عمله ستة، يفضل أن يكون المرشح لمنصب وكيل وزارة قد عمل مستشاراً أو مديراً عاماً لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة سبعة، أن تؤيد الحيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا الثمانية، الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب وأن لا يكون المرشح قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف تسعة، يخضع المرشح للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له أو لمنصب آخر في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المقرة ووافق مجلس الوزراء على الآتي واحد، منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 أيلول 2021 وكذلك مع جمهورية أرمينيا إلى السيد وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 22 شباط 2021 استناداً إلى أحكام المادة 6 من قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 اثنين الموافقة على مشروعي قانوني تصديق اتفاقيتين إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين جمهورية العراق وحكومتي جمهورية قبرص وجمهورية أرمينيا وإحالته إلى مجلس النواب أيضاً وافق مجلس الوزراء على ما يأتي واحد تخويل السيد وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة 80 البند سادساً من الدستور على أن تتم إضافة بند في مشروع الاتفاقية آنفاً ينص على إلغاء الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الاتحادية العسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية المبرمة عام 1977 وستكون هذه الاتفاقية بديلاً عنها اثنين إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد وزير التجارة وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على زيادة رئيس مال مصرف الرافدين المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية بمبلغ 215 مليار دينار يضاف إلى رئيس مال المصرف الحالي البالغ 26 مليار دينار ليصبح بعد الزيادة 238 مليار دينار لرفع رأس مال مصرف الرافدين مساوات بالمصارف الأخرى استناداً إلى أحكام المادة 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل إقراروا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 23 ألف وواحد واربعين بشأن الموافقة على زيادة مبلغ مساهمة جمهورية العراق بالزيادة العامة الثالثة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار واعتمان الصادرات بحسب الزيادة المثبتة في كتاب وزارة المالية الصندوق العراقي للتنمية الخارجية إقراروا توصيات محظر الاجتماع واحد وثلاثين للجنة الأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة إقراروا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 23 ألف واثنين وسبعين بشأن تزديد حصة العراق في البنك الدولي حيث أقر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية تزديد مبلغ حصة العراق لدى البنك الدولي نقدا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 مع مراعاة سعر الصرف الجديد بين تأريخ المطالبة وتأريخ التزديد وأقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الموقع عليها بتأريخ 26 كانون الثاني 2022 وإحالته إلى مجلس النواب الموافقة على تحديد قيمة بدل الإيجار للمساحة البالغة 4800 دونم جزء من القطع المرقمة 3078 إلى 1 ميم 1 الرطبة محافظة الأنبار بحسب القيمة المقدرة من قبل وزارة المالية دائرة عقارات الدولة فرع محافظة الأنبار البالغة 10 ملايين دينار للدونم الواحد وبنسبة 2% لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن باعتباره مشروعا استثماريا شكراً 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 للمشاهدة اشتركوا في القناة